بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألينهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مراسمة أميرية بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ألينهيان رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ألينهيان رئيساً لديوان ولي العهد ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيساً لمكتب رئيس المجلس التنفيذي والذي تم استحداثه وتحديد مهامه إلى جانب تكليف معالي فلاح محمد الأحبابي بمهام رئيس دائرة النقل بالإنابة بالإضافة إلى مهامه وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الإسناد الحكومي وتعيين معالي علي راشد جرناص الكتب رئيساً لها